أنا متأكد أن يحيس نوار عندما هو بحاجة إلى علاج طبي فهو لا يذهب إلى مستشفى شفاء فعنده طبيب شخصي ربما يعطيه العلاج وما إلى ذلك ورعاية الصحية لأن هذول القادة في حماس هم في النعيم في الجحور في الأنفاق وشعبهم في الجحيم هذه استراتيجية للدخول للمستشفيات لاستغلال المستشفيات بهذا الشكل الصخيف لوجود هذه الكامية من الأسلحة ونحن لو تحدثنا نحن قمنا بإنظار مستشفى شفاء وتحدثنا عن مستشفى شفاء قبل أسبوعين تقريبا ونحن متأكدين بأن من كان يجب عليه أن يغادر غادر أو من كان يجب عليه أن يرطب شيئا ما فرطب شيئا ما نحن نعرف بعلم اليقين بأن حماس تستغيل المستشفى أكدنا ذلك في شفاء أكدنا ذلك في شفاء تقدمتم بتلك الإنذارات إذن نحن نقلنا الإنذارات لأننا نحول ونقول بوضوح بأننا نميز بين الإرابيين وبين المدنيين ولا نريد أن ندخل إلى هذا المنطقة مع هذه الكمية الكثيرة من الناس التي كانت هناك ونحن نسمح بمغادرة لمن يستطيع المغادرة ونحن نسمح لمن يستطيع أن يبكى أن يبكى ولكن يغادر إلى أين قالت إسرائيل وفي تغريدات نشرتها قبل ساعات قليلة أو دقائق قليلة من الآن أن هناك ممرات آمنة ممرات آمنة يعني كذلك هناك صورتها ملطخة بكثير من الدماء وعلى لسان إسرائيل شارع صلاح الدين أو شارع رشيد أو ما إلى ذلك تم قصف من سلكوا هذه الطرق خوفا أو هربا بحياتهم كيف يمكن الوثوق بإسرائيل باعتبار أنها تحاول التفريق بين حماس وبين المدنيين الأبرياء الوثوق بإسرائيل هي الصورة الواضحة الوردة من قطاع غزة لمئات الألال من سقان قطاع غزة الذين انسعون لابن اليهودية لليهود للإسرائيليين الذين أنظروا وقالوا وحذروا وقالوا تواجهوا جنوبا عبر شارع صلاح الدين نرى هذه الصور أيضا على شاشتكم لمئات الألاف الذين التحقوا ونرى أيضا ذلك من خلال محاولة حماس عرقلت تواجؤهم هناك استخدام للقوة وهناك تحذيرات التي تتبقى حماس ضد هؤلاء الناس الذين دفعوهم إلى هذه الهاوية هل حماسية التي تقول انتقلوا أخلوا الشمال اذهبوا إلى الجنوب ومن ثم تقول لهم اخلوا الجنوب الشرقي اذهبوا للجنوب الغربي ومن ثم تقول لهم اذهبوا إلى رفح هذه إسرائيلة تصرحات إسرائيلية مؤكدة منذ بداية الحرب حتى اليوم اليوم الثالثة والأربعين هي تصرحات متضاربة من طرفكم من قبلكم هذا سؤال مح لأننا نريد نميز بين المدنيين والعسكريين ولذلك قمنا منذ يوم الثاني للحرب يعني هي سياسة قد تبدو لطيفة ولكن على أرض الواقع إلى أين يذهبوا كل مكان لا مكان آمن وهذا في غزة وهذا أيضا الجواب لهذا يكمن في جواب المدعو موسى أبو مرزوط الذي قال نحن شيدنا الأنفاق للقادة والشعب هو مسؤولية الأمم المتحدة وإسرائيل هذا هو الفرق بين نحن نقوب بوضوح نعمل في منطقة شمال قطاع غزة منطقة شمال قطاع غزة منطقة حرب وقطال ضاريا نحاول أن نميز بين المدنيين والمخاربين لذلك انتقلوا جنوبا إلى جنوب ودي غزة في منطقة المواصف غربي خانيونس في مساعدات إنسانية تدخل على مدار الأيام أنتم تنقلون ذلك أيضا على شاشتكم ولكن هذا كان الحديث كذلك عن منطقة جنوب ودي غزة ولهذا أنا أسألك أين وجه الشبه لأنه لم نشهد أي تهديئة حتى هناك ولكن في تصريحات قبل قليل لوزيرة صحة الفلسطينية لم نقول أن هناك تهديئة في تلك المنطقة لم نقول أن هناك تهديئة في تلك المنطقة نقول بأن منطقة شمال قطاع غزة للتشهد أيضا تواجد عسكري على الأرض بري لجنود جيش دفاع الإسرائيلي منطقة قتال قلنا إن المنطقة جنوب ودي غزة هي منطقة أكثر آمنا لكننا في نفس الوقت وقرروا ذلك كل منطقة تعمل مئة حماس وفيها مستودعات الصواريخ في حماس وتطلق منها صواريخ إسرائيل من هناك هل هناك أشخاص من حماس ينتمون بين الناس هذه المنطقة ستقسر يعني كل غزة هنا تحدث مربما